بالنسبة لأسيتانا حقيقة الأجواء إيجابية كما ورد في نشرة أخباركم لأنه حصل ما بين أسيتانا الخامسة وأسيتانا الستة حصلت تطورات كبيرة ومهمة وإيجابية على صعيد تخفيف التصعيد في العديد من المناطق كما أدى ذلك إلى توقيع عدد من الاتفاقيات في هذه المناطق مثل منطقة الجنوب ومنطقة الغوطة بشقيه سواء مع جيش الإسلام أو مع فيلق الرحمن ومنطقة حمص والآن موضوع القلمون ودمشق الجنوبية أو جنوب دمشق ضمن إطار وقف التصعيد الآن أسيتانا سوف يركز على تثبيت هذه الاتفاقيات من جهة والبحث بعمق حول كيفية تخفيف التصعيد في المنطقة الشمالية وتحديدا في شمال حلب كمنطقة ترفعت ومنخ ومحافظة إدلب وهو الأعقد من بين الملفات التي يناقشوها في أسيتانا ترجمة نانسي قنقر